أردنا أربعة ناشطين من مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة متورطون في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكية في السادس من يناير عام 2021 بالتحريض على الفتنة وهي تهمة من النادر جدا توجيهها وحكم خمسة من أعضاء المجموعة بسبب إقدامهم على إحداث فوضى في مكر الكونغرس مع حجد من مؤيد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وخلال المصادقة على انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة لكن العضو الخامس للمنظمة لم توجه إليه تهمة التحريض على الفتنة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما وعدينا الناشطون الخمسة بتهم أخرى أقل خطورة مثل عرقلة عمل الكونغرس أو تدمير ممتلكاته العامة